الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم اجعل نياتنا خالصة لوجهك الكريم ذكرنا في الدرس الماضي أنه لا يجوز تسمية المعابد التي بنيت ليعبد فيها غير الله لا يجوز أن تسمى بيت الله يقول هذا في المكان الذي بنيت ليعبد فيه رب العباد نقول هذا في المسكة التي بنيت ليعبد فيها غير الله وعلى آله وعلى آله وصحبه في أمات موسى وإسا لما كانوا على الإسلام يجوز أن تسمى بيت الله إذا أرادوا أن يعبد فيها إنسانا أو حجران أو حجران فلا يجوز تسميتها بيت الله لكنه يجب أن تسمى بيت الله يقول الله لذلك أن تسمى بيت الله لو كان هذا تخيير بعذبه في النار تخيير معناه هذا يجوز وهذا يجوز هذا التخيير ولكن هنا نار جهنم وهنا جنة إذن لا هذا ليس تخيير هذا تهديد حتى عندنا نحن بيجي واحد بيحكي كلام بيقول لك أنا سأعمل قوله تعالوا وجرب ما هذا ما بيكون على أنه أنا عم بسمح لك إنما معناه سوف ترى عاقبة فعلتك سيقول إلي ما ، سأعمل قوله مرحباً هنا ، سأعمل قوله تجربة عام الطاقب سأعمل سيقول بنا وفعله أيضًا أبدا تكون مرحباً وفعله أبداً يمتعتك أنه سأعمل ما هذا المتعلق وفعله فهذا يكون على معنى الإنكار والزجر أو التهديد ماذا معناه بعض الناس والعياذ بالله كثير من أحيان من حزب الإخوان حزب النفاقي والدجل يقولوا لا لك الحق نحن نقول أنه اختيار دين آخر غير الإسلام أو فعل منكرات يقول لك الحق alors جديك دفع دوني تابل غاند دوني تلين يرامن دوني ثم دوني يرامن دوني يرامن دوني حزب الإخوان حتى يتكلموا باسم المسلمين يريدون باسم الإسلام يوصلوا لحكم يحكموا بحكم الشيطان alors ce sont des gens ils veulent à tout prix être voilà c'est eux qui parlent au nom de l'islam et lorsqu'ils arrivent à venir dans notre pays l'Egypte la Tunisie certains pays une fois qu'ils sont là-bas ils pratiquent les lois du diable جديك دوني الخامر ni les taxes ni le fait de la vendre ni la permission et celui qui dit ça c'est halal il me croit alors qu'est-ce que tu es en train de faire je vois c'est ça et j'ai dit dans les tables rentrent des fois que ce soit dans le plateau des chaînes télévision suisse ou français ils ramènent de ces gens-là pour les femmes nous les musulmans les femmes musulmanes elles couvrent tout le corps elles lui disent moi je veux je veux habiller comme je veux alors elle lui dit oui tu as le droit tu as le droit c'est quoi tu as le droit tu dis dans la laïcité dans les lois suisses françaises laïques tu peux faire mais dans l'islam tu n'as pas le droit alors tu ne peux pas dire dans l'absolu parce que si tu dis dans l'absolu ça veut dire que c'est quelque chose que si tu choisis il n'y a rien à reprocher mais en réalité il y a quelque chose à reprocher vis-à-vis de Dieu vis-à-vis de la laïcité vous connaissez mais vis-à-vis de l'islam les femmes elles doivent se couvrir il n'y a rien à reprocher c'est-à-dire par exemple les femmes musulmans la fornication interdite pour la femme musulmane et interdite pour la femme non musulmane mais la laïcité donne cela comme oui mais quand tu dis selon la laïcité selon la loi française voilà mais vis-à-vis de Dieu c'est un grand péché tu ne peux pas dire à quelqu'un oui tu as le droit de faire tu dis-à-vis de Dieu c'est-à-vis de Dieu pour la femme la femme c'est-à-vis de Dieu وهابي ترشح على الرئاسة بمصر من حزب النور اسماعيل ما بعرض شيء كذا هيك قال أنا أنا بقول النصراني عنده الحق أن يقول عن محمد كذاب في الكنيسة له الحق كذاب كافر عدو الله ما في واحد على وش الأرض له الحق أن يسب نبينا محمد ولا واحد لا رئيس أمريكا ولا رئيس روسيا ولا رئيس صين ولا واحد له حق أن يسب نبينا لا داخل الكنيسة ولا خارجها ولا داخل تحت الأرض ألف متر ولا على سطح الأمر لا أحد له حق يسب نبينا محمد ولا أحد يمكن نحن ما قادرين إذا سب هذا واحد منهم ما قادرين نحن مثلا نحاسبه كذا رب العالمين يحاسبه أصلاب أن يقول أنه حزبه كذاب أين يستطيع أن يكون لدى محمد كذاب في الكنيسة لأنه يمكن أن يكون لدى محمد كذاب في الكنيسة اللجنتي لا controك لا في مراتي لا في المدرست لا يطسر المهارة سيدنا محمد لا يطسر لا يطسر إنه ليس لتو having داريان Surface لا يطسر إن سيدنا محمد ونهو لن يطرع الله تعالى Matt le punit c'est Allah تعالى qui prend le jour du jugement Il a mécru par le fait d'insulter صلى الله عليه وسلم Lance personne لكن هؤلاء اسمعون هؤلاء منافيقون c'est des hypocrites قال المؤلف رحمه الله كذلك من حدث حديثا كذبا وهو يعلم أنه كذب فقال الله شهيد على ما أقول بقصد أن الله يعلم أن الأمر كما قلت لأنه نسب الجهل إلى الله تعالى لأن الله تعالى يعلم أنه كذب ليس بصادق إنسان يكذب يعرف أنه يكذب ويقول الله شهيد الله وكيل على ما أقول يعني أنه أنا أقول الصدق فيكون نسب الجهل إلى الله الله يعلم أنه يكذب فإذن نسبة الجهل إلى الله كفر إذا كان للاسة منتفه وغيره منصج ومن ثم يقول رأيته أنه لأتقي أو أتقال أتقال لأمر بالأمر فإذا كان يقولون الله تعلم المقالية ولكن الله تعالى تعالى تعلم المقالية شبقيت وما إذا أظن أنه يقول المقال أظن أنه صادق وما أظن بالنفس أنه يظن أنه يقول الله يقول الصدق ثم تبأين الله الخطأ لا يكفور الناس يقول يقول ولكن إذا حدث ولكن إذا كان هناك حليف ومتذكر ولم يأتي في يعمل كفار يطعم عشر مساكين أو يكسو عشر مساكين فإن لم يقدر صام ثلاثة أيام قال رحمه الله وكذلك لا يجوز القول كل واحد على دينه الله يعينه بالعامية بقوله كل واحد على دينه الله يعينه بقصد الدعاء لأنه بقصد الإخبار شيء وبقصد الدعاء شيء بقصد الإخبار المسألة حقيقية نعم مثلا المؤمن الله يعينه على إيمانه بمعنى يخلق فيه القدر على الطاعة والكافر الله يعينه على كفره بمعنى يخلق فيه القدر على الكفر هذا إخبار هذا الصحيح قال تعالى وَنَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ وَنَمُدُّهُمْ تباك كيف؟ آيات كثيرة تدل على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي زين في قلوبهم هذا سوء العمل هذا هم رأوا حزن وهو ضلال وكفر فإذا الله يخلق فينا القدر على الطاعة وعلى المعصر فإذا واحد قال كل واحد على دينه الله يعينه يعني إخبار هو الله المعين على الخير والشر هذا حق وهذا من صلب اعتقاد المسلمين أن الله هو خالق للقدرة على الفعل فإن كان خيرا يسمى توفيقا وإن كان شرا يسمى خذلانا فإذا الله قال فإذا فإünde أن الله خلق TERigung يبررة فيami حسنًا فإذا هو اللهم ي inclut لك أن الله رأي الله يسمى لله الذي يُلِلِ فيظوم بشأن أصبحتًا للمجراء أو المجرآة مجردًا لأن البرلم لا يتوقف ان يقول لأن أحبات المغرب لم يجعل أفضل فإن نقول ذلك سواء افعل الله تعبقه على بطبيعة لا أقريح على إنقاذ الرجاء لا أقريح على الإعانة لكن العنة لم ترغب و العلاء العلاء والمغرب شيد والإعانة شيء آخر العنة أقوم بالإعانة العلاء والمغرب شيد أخر الإعنى c'est le fait de crier en la personne l'acte alors si c'est vers le bien dans le bien si on dit c'est la guider si c'est dans les péchés et le haram et la maigrance on dit c'est l'humiliation Allah l'a humilié Allah l'a humilié parce qu'il a créé en lui l'acte de la désobéissance si il a créé en lui l'acte de bien on dit Allah l'a guidé mais j'ai dit aider dans le sens créer l'acte ça ne veut pas dire aimer agréer Allah agrée le bien n'agrée pas le mal ordonne le bien n'ordonne pas le mal il y a une différence entre agréer et créer مثلا Allah il y a des croyants il y a des mécréants c'est Allah qui a créé les mécréants parmi les humains et les djinns ça ne veut pas dire qu'il les aime ils disent Allah nous a créés tous et il nous aime tous et il nous agrée tous il y a des mécréants Allah n'agrée pas qu'on désobéit à lui non plus s'il dit cette parole comme une invocation en disant oh Allah aide le mécréant à mécroire plus alors ça c'est la mécréance s'il dit oh Allah fais que cette personne fait la mécréance oh Allah fais qu'il reste dans la mécréance jusqu'à la mort ou qu'il tombe dans la mécréance alors agréer la mécréance c'est de la mécréance alors si on dit cette phrase tout le monde dit qu'il y a des il y a des il y a des c'est une règle par l'unanimité des savants agréer la mécréance pour quelqu'un c'est de la mécréance agréer la mécréance c'est de la mécréance alors c'est de la mécréance qu'il y a des non as قال تعالى وَلَا يَرْضَ لِعِبَادِهِ الْكُفْرِ اللَّهَ نَغْرِي بَا بُرْسِكْلَافِ لَا مِكْرَيْنَسَ أما تدعو للإنسان بالخير هذا حسن invoquer Dieu pour que الله aide telle personne à faire du bien à maintenir la foi هذا شيء عظيم هذا دليل محببتك للإنسان أن تدعو له بالخير لما تحب الإنسان تدعو له بالظاهر الغيب أن تدعو له بالخير عندما تدعو له بالخير هذا جيد هذا حسن فإذاً الْإِعَنَةَ اشْيَاكْوَانَ هِيَا الْتَمْكِينُ وَالْإِقْدَارِ خَلْقُلْ قُدْرَةِ فِي الْعَبْدِ عَلَى الْفَالِ الْإِعَنَةَ c'est le fait de créer l'acte de l'être humain si c'est dans le bien c'est la guider si c'est dans le péché c'est l'humiliation هكذا وممن صرح بهذا التعبير إمام الحرمين في كتابه الإرشاد يعني الإعانة هي التمكين والإقدار الإمام الحرمين هذا الإمام العظيم قال ذلك في الإرشاد ومحمد أمير الحاج المالكي أيضاً وهو هذا من مشاهير علماء القرن الثاني عشر وَوَفَقَوْ شَيْخ محمد أمير الحاج المالكي مفتد ديار المصري وغيرهم alors il y a des savants des grands savants محمد أمير الحاج qui ont dit الإعانة c'est le fait de créer l'acte de la personne que ce soit pour le bien que ce soit pour le mal mais on a déjà dit voilà nous on agrée le bien on agrée pas le mal on ordonne le bien on ordonne pas le mal قال تعالى فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَهَا فَإِذَنَ اللَّهُ سُبْتَ عَلَقَ فِينا فِعْلَ الْخَيْرِ وَوَفِعَ الْشَرْ وَهُوَ الَّذِي يَخْلُقْ فِيكَ الْعَظمِ الْعَظم تِعَ الْقَالْبِ هَذَا بِخَلْقِ اللَّهُ وَمَعَنَّ اللَّهَ يَخْلُقُ فِيكَ الْعَظمِ في الْقَالْبِ لَكَ اختِيار la décision du coeur c'est par la création de Dieu et avec ça tu as un choix avec ça tu as un choix وهذا لنت تخيل أحد . ماذا ! الآن سوف ت Rosa الأن يأسو إذا كان لديك ماشرقة إذا كان لن تنسى بإذنًا والأكتب من أن يومية هذا الوقت seinem جيد لكن فأني أعطي فقط اسمك أنت بهذا ألالك لا تقصد أنت جاء هذه الأقل التي تجعله على سطلاف تيجريه طلب يُкоف الذي قاقه قبل أن نأكل انك أكل قول الآن نأكل هذا أنه يُنTER أنك مكلف و الله يُعلك و الله أعلم أن الله يحول بين المرء وقالبه وعلم أن الله يحول بين المرء وقالبه اجتب الله تعالى اجلس وإن الله حطفه خسوم حسنة اجلس وإنه الله تعالى لهم اجلس وإنه لا ميقرأ إذا الله أستطيع لهم اجلس وإنه هناك ومن وقال بأن الله تعاينو الكافر على كفره بمعنى يخلقو فيه القدرة على الفعل الشيخ محمد الباقر النخشبندي اجلس ومحمد الباقر النخشبندي لدي سي الله كيكريون لكيكريون فلا عبرة ينكار بعض الناس المنتسبين واحد من بيروت ينتسب للطريقة النقشبندية لا يعرف باللغة لا يعرف بالدين قال كيف تقولوا إعانة على الكفر يعين على الكفر لا يفهم يظن الإعانة هي الرضا والمحبة ليس كذلك لكن هذا يكون بعض الناس مستواهم ضعيف ويريد أن يتكلم هذا مشكل في هذا العصر يوجدون إلى ربا في منطع الريقى لفقية يفهمون ليس كذلك ليس بوضع كذلك يريدون أن يتكلمو أردك اليوم والكون والفاب ليونه ان يتكلمو فيه كان لكي يتكلمون يجل مستوا장을 حتبون أن يتتكلمين سيجل لكي كذلك يفهموا ياهود يتكلمون في banc يستحبون من الزمانات أحيانا أنه على أساعد أن تجد أن يوجد أن تجد أن يكون هذا الإسلام يمع انكون يفترضت لكيخ المسجد BECAUSE يتيت لست كل المسجد وللذا ما هو ينسبق مشغل يتدع اليودي ينسبق يطلق يتديد أن يتديد يتديد يجب انهم يتكرون الآن أنه يخيك يعتمون ترمية يفترض أن الصدر يتقدر ذلك هو الانية تجعل الله تعالى فالحاصل أنه يصح وعتقد أن الله يعين المؤمن على إيمانه وفعل الصالحات وأنه تعالى يعين الكافر على كفره وفعل المعاصل أن الإعانة هي التمكين هي خلق القدرة على الفعل هذه هي الإعانة لكن الدعاء هي آخر l'invocation c'est une autre chose il ne faut pas qu'on accepte la mécréance pour quelqu'un d'autre il ne faut pas qu'on souhaite la mécréance pour quelqu'un d'autre الدعاء هي آخر لَيْسَ لَنَرْضَ لِوَحِدْ بِالْكُفْرِ أَوَنْ نَتَمَنَّ لَهُ الْكُفْرِ لَنَتَمَنَّ لَهُ الْكُفْرِ حَتَّى لِأَعْدَائِنَا on ne souhaite pas la mécréance même pour nos ennemis même pour nos ennemis on ne souhaite pas pour eux la mécréance on souhaite pour eux la guider إِنْ مَتَكَفِرَنْ فَاوْفِنْنَرْ s'il est mort mécréant il est dans l'enfer قَالَ تَعَالَا تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ تَشَاءُ إِنْ اللَّهُ وَالَّذِي أَعْنَ الْمُؤْمِنِينَ الْلَذِينَ مَلَكُوا وَالْكُفَرَ الْلَذِينَ مَلَكُوا يُؤْتِ الْمُلْكَ مَنْ يَشَاءُ وَيَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمْ مَنْ يَشَاءُ il donne le pouvoir à qui il veut et il enlève le pouvoir de qui il veut il y a des couroyants qui avaient le pouvoir ils ont utilisé dans le bien comme Suleyman عليه السلام comme Zilqarnayn Allah leur a donné un grand pouvoir et ils ont utilisé dans le bien ils ont propagé l'islam et il y a des gens à qui Allah Ta'ala a donné le pouvoir ils ont propagé le mal Al-Numroud, Shaddad, Abnu'ad deux grands mécréants ils avaient un grand pouvoir et ils ont fait beaucoup du mal alors ça c'est la preuve que c'est Allah Ta'ala qui crée l'acte de la désobéissance ou l'acte du coeur parce qu'il a donné à ces gens là deux couroyants, deux mécréants le pouvoir et dans le pouvoir tu réalises soit du bien soit du mal t'octi t'octi l'mulka man t'achat wa t'anzi'u l'mulka min man t'achat وأما قول الشافعي رضي الله عنه خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتْ فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِي الْفَتَى وَالْمُسِنْ عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَهَذَا خَذَلْتَ وَهَذَا أَعَنْتَ وَذَا لَمْتُ عِنْ هذا فيه إثبات أن الْعِبَادِ يَجْرُونَ فِي مَا عَلِمَ اللَّهُ تَعَالَ خَلَقْتَ الْعِبَادَ عَلَى مَا عَلِمْتْ tu as créé les créatures et tu as prédestiné ce qu'ils font selon ta science c'est-à-dire ce qu'Allah a su de la part des créatures Allah l'a voulu Allah l'a prédestiné alors les créatures agissent selon sa science et sous sa volonté فَفِي الْعِلْمِ يَجْرِ الْفَتَا وَالْمُسَنِ le jeune et l'âgé ils agissent selon la science de Dieu عَلَى ذَا مَنَنْتَ وَذَا خَذَلْتَ celui-là par ta guidée il est dans le bien c'est grâce à toi Allah ta'ala il est dans le bien et dans la guidée celui-là c'est par le fait que tu l'as humiliée il est dans l'égarement tu l'as humiliée parce que tu as créé en lui l'acte de la mécréance ou l'acte de la désobéissance من أنت أي تفضلت عليه خَلَقْتَ فيه فَعْلَ الصَّالِحَات خَذَلْتَ خَلَقْتَ فيه فَعْلْ إِشْ المعَاصِ أو الْكُفْر هذا على ذا من أنت وَهَذَا خَذَلْتَ وَهَذَا أَعْنْتَ على فعل الخير وَهَذَا لَمْتُعِنْ لَمْتُعِنْهُ على فعل الخير celui-là tu l'as aidé c'est-à-dire dans le bien et l'autre tu ne l'as pas aidé c'est-à-dire tu ne l'as pas aidé à faire du bien mais ça ne veut pas dire qu'il ne l'a pas aidé à faire la désobéissance la parole de شافعي معنه tu as guidé celui-là pour le bien et tu n'as pas guidé l'autre هذا وَهَذَا صَحِحْ ça ça n'a pas de contradiction avec ce qu'on vient de dire هذا لَمْتُعِنْهُ لَمْمَا شَرَحْنَهُ لَيَا نَقَوْلِ شَافِعِ وَهَذَا أَعَنْتَ وَهَذَا لَمْتُعِنْ يعني هذا أعنته على الخير وَهَذَا لَمْتُعِنْهُ على الخير هذا معناه والله سبحانه وتعالى أعلم وأحكم آمين وفيكم